زوجة لها عشرين سنة متزوجة أولادها مراهقين خلال هاي السنوات كلها كانت عم تتعرض للإهانة والاضطهاد من زوجها انفصلت عن زوجها بهاي الحالة من حقها تحكي لأولادها أنه أبوكم إنسان سيء شخصيته وسيء أخلاقه ولا تجمل صورته قدامهم يعني أنا برأيي حسب حسب إذا كانوا كبار في العمر وأهينت منه كثيراً أهينت كثيراً منه أنا برأيي لا تجمل صورته ليه؟ لأنه هذا حق إلها لأنه أنت لما تجملي صورته وهو لا يستحق أن تجمل صورته هيشعر الولد أو هيشعر الأولاد أنه فيه كذب في الموضوع طبعاً هو كان يهينك ويسئلك كيف تحكي عنه مني ممكن برضو يصير الأولاد دكتور يشوفوا هذا الإشي عادي ويتصرفوا بناء على أساسه مع زوجاتهم بالضبط أنه أنا أهينها عادي هو هذا الوضع الطبيعي أنه يكون الرجال كلهم يسئوا إلى زوجاتهم برافو عليك هذه مراحضة مهمة الإشي الثالث وهو في غيث الأهمية أيضاً كيف نحن قادرين على أن نكون واضحين لأنه لو كان مكانك ما سيكون مني يعني ما سيجمل صورتك فأنا برأيي الكذب غلط لا نكذب على أولاد إذا كان الأب سيء نحكي لهم آه كان سيء وكذا 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 حتى لو كان منيح معكم ترى هو كان زوجاً سيئاً تماماً؟ حتى أبمحهم سيء بعد الانفصال تاسم أن الأم تكون صادقة هذا تجميل صورة شريك الحياة إذا كانت سيئة غلط عند الأولاد هذا غلط سيكون يحكي أننا بضل أبوهم لا يزبط أن أحكي عن أبوهم بشكل سيء إذا كان سيء وإن مشكلة ما هو سيء ما هو لازم يعرف الحقيقة لكن ليس ممكن أن يصبح عندهم كراهية لأبوهم ويكرهوا إذا كان يستحق إذا كان أبو فاشل لم يكرهوه؟ يعني وين المشكلة يكرهوه؟ خلوهم يكرهوا أنه لم يؤدي واجبات الأبو وراح تزوج وترك أولاده المصاري يصرف فيهم وطاش فيهم مبسوط فيهم وترك أولادهم شحتفين وترك زوجتهم شحتفا